نرحب بالسيد نهاد إسماعيل الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي من لندن سيد إسماعيل مساء الخير نود التثبت في البداية في هذه التقارير التي تتحدث عن تحويل خمس موانع على الأقل مصرية إلى نقاط ارتكاز لنقل مواد وسلع وأسمنت وما إلى ذلك إلى كيان الاحتلال خلال هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة التفاصيل إن أمكن أنا لا أملك التفاصيل الدقيقة لأن الموقف الرسمي العربي هو نفي أن هناك فتح موانع ومطارات للتجارة الإسرائيلية أو لإنقاذ إسرائيل في محنتها الآن وهي بلد مقاطع تقريبا من قبل الشركات كثيرة ودول كثيرة ولكن أستاذ صالح علينا أولا نعرف أن ما أي تعاون بين الدول العربية وإسرائيل أثناء حرب غزة أمر غير أخلاقي غير مقبول للرأي العام ومرفوض لكن هناك بعض النقاط الهمة التي يجب أن نحملها بعين الاعتبار كل دولة عربية تعتبر ذاتها دولة ذات سيادة وتضع مصالحها فوق كل شيء آخر هذا نعرفه جميعا ثم أن هناك اتفاقات بين دول عربية وإسرائيل بعضها بدأ مع معاهدات السلام مع مصر سنة 1979 مع الأردن 1994 وتم توقيع اتفاقات مختلفة مثلا مع الأردن هناك اتفاق أن إسرائيل تزود الأردن بخمسين مليون متر مكعب من الماء سنويا وأيضا تزود الغاز وهالحديث عن الغاز مثلا بدأ 2016 واتفاق الغاز بين إسرائيل ومصر تم توقعه 2018 فهناك علاقات واتفاقات تجارية تعود للسنوات لم تبدأ بعد 7 أكتوبر لمساعدة إسرائيل هي اتفاقات قائمة وموقع عليها وفيها بنود عقابية إذا أنت قررت أن تلغي العقد ومصر تحتاج إلى الغاز في هذه المرحلة والأردن بحاجة للماء لسنوات طويلة مقبلة إذن هناك اتفاقات ملزمة والتخلي عنها ربما قد يغرر هذه المؤسسات المصرية لكن على كل حال الجانب الأخلاقي كما أشرت حضرتك مهم جدا وتركيا أيضا تحملت الخسارة وألغت اتفاقيات وتعاملات بملايين الدولارات لكن بعض الدول العربية أو أغلبها لم تلغي ذلك الذي غير الصورة هو الاتفاق الإبراهيمي أو أبراهام أجريمنت 2020 فتحت المجال أمام عدد من الدول العربية أن تقيم علاقات مع إسرائيل وتطبيع وغير ذلك ووقعت أيضا اتفاقات تجارية مختلفة وبلغ الحجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية بما فيه الغاز والماء وكل شيء أكثر من عشر مليارات دولار عام 2023 وهذا الرقم لو لا حرب غزة لصعد إلى ربما خمسة عشر مليار لكن في نهاية 2023 تقلصت التجارة بنسب قليلة يعني 14% مع الإمارات 4% مع دول تقلصت حجم التجارة بشكل عام نقطة في غاية الأهمية سيد إسرائيل الدول المعنية هنا بالعشر مليار دولار من هي هذه الدول؟ هذه الدول التستيع تقول أنك تتكلم عن مصر الإمارات المغرب البحرين الأردن كلها حسب اتفاقات بالنسبة للمغرب والبحرين المبالغ متواضعة لا نتحدث عن مئات الملايين بل عن ربما 17 مليون هنا وثمانية ونص مليون من مراكش ولذلك لكن الأرقام الكبيرة تشمل الاتفاقات الهامة وهي اتفاقات الغاز وكذلك هناك اتفاقات دفاعية أيضاً وتزويد أسلحة وكذلك معدات سبرانية وأمنية وغيرها مثلاً في تقرير لوزارة الدفاع الإسرائيلية 2023 تم تصدير ما قيمته 13 مليار دولار تصدير عام للمواد الدفاعية حصة العالم العربي من ذلك 24% فهناك دول تستورد من إسرائيل مواد دفاعية سبرانية تعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرها لذلك التجارة قائمة قبل 7 أكتوبر لكن 7 أكتوبر الحرب على غزة أحرجت الأنظمة العربية ولكن أغضبت الرأي العام العربي هذا ما حدث ولكن الاتفاقات بين الشركات ممكن توقفها تأجيلها لكن اتفاقات الحكومات الموقع عليها والتي آتت برعاية أمريكية هذه صعب التنصل منها مثلاً إذا الأردن قالت لا نريد ماءكم من سيزود الأردن بمياه الشرب هل تستطيع سوريا أن تعطي الماء الشرب للأردن وهي ذاتها تعاني هل تستورد الأردن الماء من تركيا يعني هناك عقبات لوجستية واقتصادية عميقة يجب معالجتها إذا أردت المقاطعة ويجب أن تجد البدائل من أين مصر تحصل على الغاز لأنها لسببين مصر تستورد الغاز هل سببين الأول تلبية الحاجة المحلية الملحة خاصة في هذا الصيف ثم أيضاً تريد أن تكون مركز عالمي لإعادة تصدير الغاز إلى أوروبا هل تتخلى مصر عن هذه المشاريع والطموحات أم تلقى الاتفاق وتسحب السفير وتلقى الاتفاقية السلام وندخل في متها جديدة وهذه صفعة كبرى لأمريكا إذا حدثت وسيكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وعلى العلاقة الأمريكية العربية حتى الأنظمة الثورية التي تعتبر حالنا ذاتها أنظمة مقاومة لها علاقات مع أمريكا والتي ليس لها علاقات مباشرة تتفاوض مع أمريكا وتتصل بأمريكا من خلال وسطاء معروفين في الشرق الأوسط فالمعادلة معقدة جداً جداً وهذا موضوع محرج للأنظمة وأيضاً التطبيع دعني أقول هذه النقطة التطبيع بشكله العام هو تطبيع بين حكومات وليس بين الشعوب بالتأكيد نعم فهنا المصائب كثيرة الأرقام كثيرة التجارة قد تنزل وقد ترتفع لكن الاتفاقات الرسمية التي تم توقعها برعاية أمريكية هذه صعب التنصل منها بدون عواقب كبيرة وأي دولة تحتاج إلى بدائل وإذا تحدثت مع أي دولة تقول مصلح أن دولة ذات سيادة ومصلحكنا تتطلب أن نتعاون مع الشيطان لنحصل على ما نريد وأسرائيل طبعا هي الشيطان الكبير ولكن هذا لا يساعد أهل غزة ولا يساعد المنكوبين ولا يساعد الشهداء ولا يساعد أحد لكن هذا العالم الذي نعيش فيه هو عالم ظالم وغير عادل ولكن المصالح الذاتية للدول أحيانا تطغى على المصالح الوطنية ذات البعد الإنساني والبعد البشري لذلك هذا موضوع محرش جدا لأي نظام عربي يتعامل مع إسرائيل طيب باختصار شديد سيد نهاد إسماعيل أختم بهذه الجزئية أيضا يعني تحدثنا الآن على الموانئ والجوانب الاقتصادية والمعاملات العربية الصهيونية التي ربما قد تكون تأثرت قليلا ولكنها لم تتوقف رغم هذا العدوان الدامي ضد أهلنا وأخواننا في قطاع غزة وفلسطين عموما لكن اليوم في موضوع المطارات الحقيقة لا توجد اتفاقيات ولكن ربما هناك بعض الأعراف الدولية فيما يتعلق بهكذا حالات يحصل اشتباك بين المحتل الصهيوني والمقاومة في جنوب لبنان تضطر دولة الاحتلال ربما أن لا تستقبل بعض الطائرات وتحول بعض الرحلات فتستقبلها المطارات المصرية في مثل هذه الحالة هل تستطيع مصر أن تعتذر عن استقبال هذه الرحلات؟ طبعا مصر دولة ذات سيادة لها الحق أن ترفض ومصر أدانت المجازر الإسرائيلية والتجاوزات التي وحاولت إسرائيل دفع المشردين والناجئين والهاربين من الحرب دفعتهم إلى الهروب إلى مصر ولكن مصر رفضت وبعض الناس أدانوا وانتقدوا مصر لعدم سماحها بتدفق مئات الألوف ولكن إذا مصر سمحت بتدفق مئات الألوف أو الملايين وأصبحت غزة خالية واحتلتها إسرائيل ستتهم مصر بأنها تواطأت مع إسرائيل وهربت اللاجئين لذلك الموقف المصري في عدم إدخال مئات الألوف عبر الحدود هو ربما تستطيع القول أنه موقف صارم شديد ومناوئ للسياسة الإسرائيلية التي تريد التخلص من الشعب في غزة لكي تكون الأرض خالية وثم يبنوا مستطونات ومشاريع تناسبهم دون مقاومة دون احتجاجات لذلك على الدول العربية أن تتخذ موقف صارم كما اتخذت مصر في نظري الأستاذ نهاد إسماعيل الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي كنت معنا من لندن أشكرك جزيلا شكرا